عادت واشتعلت هذه الجبهة مجددا خلال فترة بعد الظهر الملاحظ فيها كان العمليات النوعية أو ارتقاء في العمليات النوعية للمقاومة حيث التي أخذت مسارين المسار الأول الذي جاء دعما لغزة والمسار الثاني ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت منازل الجنوبيين والمدنيين في جنوب لبنان كان آخر ما أعلنت عنه المقاومة هو استهداف مباني في مستوطنة لمطل بالرؤية الميدانية شهدت أعمدة الدخان تتصاعد من داخل هذه المستوطنة التي كانت تحت مرمى نيران المقاومة في الأيام الماضية يوم أمس نفذت فيها المقاومة عملية نوعية بمسيرات انقضاضية أيضا كان هناك استهداف لمباني يتحصن فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي مبنيين في مستوطنة أشتولا وكان هناك إصابات مباشرة بحسب ما نشرته أو أعلن عنه الإعلام الحربي في بيان المقاومة إضافة إلى عملية ثالثة ردا على الاعتداءات في موقع المنارة وهناك استهدفت المقاومات تجمعات أو تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل هذا الموقع أيضا اليوم كما لكنا أمام عملية نوعية للمقاومة حيث شنت هجوما جويا بمسيرات انقضاضية أصابت ضباط وجنود أثناء تواجدهم داخل ثكنة يفتاح وأصابتهم بدقة وأوقعتهم بين قتيل وجريح وفي الوقت نفسه سهدفت المسيرات أخرى إحدى منصات القبة الحديدية المتموضعة داخل ثكنة راموت نفتالي وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى إعطابها وبعد ساعة ونصف تقريبا من هجوم المسيرات أيضا المقاومة إسادفت تجمعات لجنود الاحتلال تجمعا داخل هذه الثكنة ثكنة راموت نفتالي بصواريخ موجهة أو بصاروخ موجه مما أدى إلى استهدافهم بشكل مباشر نتحدث عن عمليتين متتاليتين في الموقع نفسه وهذا يدل على رصد تحركات جنود الاحتلال الإسرائيلي قبل العملية وحتى بعد العملية وهي رسالة توجهها المقاومة وتصل للاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي يفشل الاحتلال الإسرائيلي من اعتراض المسيرات الانقضادية التي دخلت أجواء الأراضي المحتلة بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي والمروحيات التي فشلت في اعتراض هذه المسيرات وأصابت أهدافا غير مرئية وغير مكشوفة وحققت إصابات مباشرة وفقا للبيانات التي نشرتها المقاومة كنا أمام عمليات نوعية وهذا يعد أيضا فشل لمنظومة الاعتراض منظومة الاعتراضية الإسرائيلية على صعيد السلاح الجو وأيضا المروحيات والقبة الحديدية يعني القبة الحديدية الموكل إليها مهام اعتراض المسيرات والصواريخ كانت اليوم كمال عرضة للاستدف وهذا فشل عسكري إسرائيلي ونجاح استخباري للمقاومة كما ذكر الإعلام الإسرائيلي تحدث أيضا عن مخاوف إسرائيلية من هذه العمليات التي تنفذها المقاومة وسائل الإعلام إسرائيلية ذكرت اليوم أن مقاتلي حزب الله يبدعون عند الحدود الشمالية في جبهة الشمال كان هذا فيما يخص العملية النوعية التي نفذتها المقاومة اليوم بمسيرات انقضاضية شهدنا في الأوين الأخيرة كثافة من قبل المقاومة في استخدام هذه المسيرات وإصابة أهدافها بدقة أيضا كان هناك عملية في موقع الراهب كمال وهناك استهدفت المقاومة تجمعا لجنود الاحتلال وجاء في البيان بعد رصد دقيق ومتابعة لتحركات جنود الاحتلال تم إصابة أهدافها تم إصابة جنود الاحتلال في هذا الموقع الذي يقع مقابل بلدة عيت الشعب في القطاع الأوسط أيضا خصصت المقاومة اليوم عملية لتدمير الأجهزة التجسسية التي يحاول احتلال إسرائيلي تثبيتها دائما في المواقع وتعاود المقاومة استهدافها هذه الأجهزة المهمة جدا بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وهي تعتبر عين لهذا الاحتلال على طول هذه الجبهة تستهدفها المقاومة كما حصل اليوم في موقع السماقة أيضا كان هناك عملية في ثكنة زبدين المقامة على أراضي اللبنانية محتلة في مزارع شبعة أم دخل sharp